السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنقدم فيديو على الأخطاء المدمرة لآلة الصبين وكيف نحافظ لآلة الصبين وخليها تخدم المدة أطول خليكم معنا إلى آخر الفيديو ارجو الاشتراك ودعمونا بلايك طبعا لديكم تساؤل أو توضيح في هذا الموضوع يجب علينا كومنتر أول حاجة نبدو بها هو الماكينة مخصص تغسل من بره يعني من بره غير الخلقة فازقة مع شوية الخلقة للحامط ومسح الماكينة مزيد لأن البطن هذا البطن يدخل معهم الماء كي يمشي البطن وكي تبقى الماكينة تضرب في الضو وكي تخسرون هذا البطن الميني تريد الذي تحسبك تطلق الضو طبعا جيدة تنشف المشكل الثاني وهو الماكينة مخصنش نتقل يعني كين الماكينة 7 كيلو 8 كيلوه 10 كيلوه 12 كيلوه يعني الماكينة مختلفين تحسبًا كينة H يعني عالي كينة M وكينة L يعني مرخافض يعني هالثلاثة هادو يعني يحاول مامكان ما ديما مفوتهم يعني يكون عندي الماكينة مثلا هوا في H ومن احسن يكون في M ويكون الحويج هارضين بواحد 7 سنتيم ولا 8 سنتيم يعني ديم ما يكون الحويج واصلين هنا وصلنا في هذا النبو مثلا هنا ونزيد قادة الماء يعني الماء يكون عالي على الحواج لا يكون الماء ناقص السبب هذا يجعل الماكينة يمشي إلى البولي بسرعة يعني اللاكس الفراكة يمشي بسرعة لا يوجد تقطق بحل المالطات بحل الزارات بحل هذه المسائل من أحسن دوزوة في الماكينة تخرج ووزنها تقيل بالنسبة للتنشف التنشفتها ديما النص نحاول نفرر الحواج نحبطهم متساويين نزيد نتكاليهم من البلاستيكة وديما يكون عندي النص يعني النص 18 سنتيم أو 16 سنتيم تبقى عندي خاوية في الجيال التنشف المشكل الثاني هو الاخوان بعد الناس يبقى الماكينة تسيل بوحد شوية الماكينة هذا هو سبب مدمر الماكينة هذا خطأ مدمر لانه الماء مباشرة منك تحبس هنا الماء هذا المشكل هذا المشكل يجب أن نتجنبه يجب أن تفتح البلاستيكة يفتح القفالة يجب أن يرى ما مع الحواج أو الفنيسة إن شاء الله في الفيديو آخر ونفعل هذا الموضوع كيف تسيل الحواج يجب أن تتأكد منها وتنظفها جيدا وترجع البلاستيكة وكيف تحب بطاقة هذا المشكل المشكل الثاني حيث أن نصب ونحيط مباشرة نضع وتنشاف ونعرجع ونخدم الماكينة نضع قسم مكان على صباح يبريد على صباح ويستخدم الحرارة أغلق ليها من أجنب القديمة رجعه أو نشف و نحيي تشوى ـ و هكذا تعني من المصطر و يكتب في هذه الأساس هذا الخاص بكم أتمنى تشتركوا عن ما الذي يشف في هذه المكينة أو من أشخاص كمتلك اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة السلام عليكم